عملية الإعمار تم إصلاح الأضرار الجزئية بنسبة 70% لكن بقي هناك أضرار الكلة يعني الإنجاز فيه تقريبا 12-13% يعني ما أنجز 200 واحدة سكنية من أصل اللي هو 1700 واحدة سكنية وبالتالي استطيع القول أنه إحنا اليوم في بداية الإعمار يعني إحنا اليوم مش الأصل أنه يكون أنهينا الإعمار لأنه يعني لا توجد أموال يعني إحنا جاهزين لأنه يعني الإعمار كله ننهيه خلال سنة زمان كما سمعنا يعني دعلي قطر تعهدت ب500 مليون دولار ومصر تعهدت ب500 مليون دولار قطر حتى الآن 10 مليون تقريبا هي يمكن أكثر من تقدم يعني حتى الآن طبعا عدل منح المصرية يعني لكن للأسف يعني مع الجهتين لا يوجد جدوى الزمني يعني الإرادة الطيبة موجودة لكن ليه وجد جدوى الزمني تم دفع بدل إيجار للمواطنين يعني لهدمت بيوتهم بشكل كامل تقريبا يعني حتى شهر أربعة اللي هو شهر إبريل هذا الشهر الأنورو يعني كان لها دور كبير الحقيقة وتقريبا يعني جزء كبير من المواطنين اللي هم اللاجئين بطبيعة الحال تم تعويضهم يعني ودفع دفعتهم بقي حوالي 550 من فئة اللاجئين منتوقع إن شاء الله يعني أنه يقوموا بتعويضهم مصر يعني بدأوا بإنشاء ثلاث مدن سكنية دار مصر واحد واثنين وثلاثة حوالي 117 عمارة هادي ما بدأوا فيه بالإضافة للكرنيش الآن ما تم إنجازه يعني متفاوت يعني العمارات السكنية في بعض العمارات تم صب القواعد في بعض العمارات تم وصلت للطابق الثاني يعني تسير بشكل جيد كبر الشزاعية تم تصميمه وتم يعني اللي هي أعطانا المخططات موجودة لدينا الإشكالية الآن اللي هي بس في عرض الشارع يعني الشارع يحتاج إلى 40 متر حتى ننفذ الكبري هذا بأدي إلى إنه نقطع جزء من المقبرة مقبرة الشجاعية لذلك شكلنا لجنة يعني من قبل الوزارة مع وزارة الأوقاف وبلدية غزة مع اللي هي لجان الأحيات تفاوض بحهم حول اللي هي آلية نقل القبور أو يعني كيف نجد حل للصرايا إحنا الصرايا تقريبا يعني اتفقنا على أن يتم تنفيذ نفق نفق مفتوح يعني صبوية اللي هو على طول شارع عمر المختار وبالتالي يعني حيكون نفق وهذا حي يعني سهل عملية التنقل والحركة سيتم التسجيل يعني متوقع إن شاء الله في خلال ثلاثة أشهر سوف يتم الإعلان عن البدء في التسجيل إحنا يعني هذا طبعا يجب الاتفاق مع الأخوة المصريين حول إحنا عددنا رؤية يعني حول الاستفادة من هذه الشقاء البديهيات يعني أجب أن يكون متزوج طبعا فلسطيني متزوج مقيم في غزة عدد الأفراد يعني هذه الساعة تحت الدراسة إنه يعني كم يكون عدد الأفراد طبعا لديه القدرة على التسديد يعني الضمانات المالية أيضا لم يستفد قبل ذلك لا من شقة ولا من أرض ولا من جمعية إسكان يعني هو أو زوجته بطبيعة الحال لا يملك أرض ولا يملك شقة طبعا الاختلاف إنه مساحة يعني كامل مساحة سوف تكون ترجمة نانسي قنقر